السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه وحشتوني 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 النهاردة لسه راجع من الشغل ان شاء الله كده وهناعمل غدا بسيط مع بعض انا عندي سمكتين ووري حلوين فهقلي واحدة وشوي واحدة ويلا بينا على الفيديو نشوف احنا هنعمل ايه بس قبل ما اروح للفيديو انا عايزة اقول كلمة شكر انا عايزة اعمل شكر لعم علي قائد العيلة ربنا يخليك لنا وديك الصحة ان شاء الله يا رب وطبعا ما ننساش الجنج المجهول ام عاليا ام عبد الرحمن طبعا هي طبعا لها كل الشكر وكل التقدير عشان هي بتستضفنا كل يوم في بيتها بالتلات ساعات بقولك شكرا لك يا ام عبد الرحمن ان شاء الله تفرح بعيالك ونعمل شكرا لعم وعلا ربنا يخليك لنا يا عم وعلا نوديك الصحة يا رب وشكرا طبعا لاختي دونيا طبعا دونيا لو شكرتك من هنا للسنة الجاية مش هيكفيك وعمل شكر لمامة سجدة مطبخ ومنوعات مامة سجدة عبير حبيبتي هي خدت مني القناة وفعرتلي السوبرشات وبتشوف لي البنكو دتأخر للغاية دلوقتي ربنا يخليك يا ربي حبيبتي انا تعبتك معايا وبشكرك وبشكر كل العيلة عشان ما ننساش حد وحد يزعن مني بشكر الشيخ احمد ربيع اللي مردنا الشيط بركة ودعية وقرآن والشيخ رمضان وأستاذ أسامة فعل خير وأستاذ وليدي للماجيكو بس لو اني كسبت منك انترو ما خدتهوش مش مشكلة بشكر كل الناس اللي في العيلة نفر نفر كبيرهم وصغيرهم مش عارفة بصراحة الثانية عاجز عن الكلام انا مش عارفة اقول لكم ايه وطبعا انا مش عايزة اطور الفيديو عشان انتو عارفين فيها قابل لو الفيديو طار عن عشر دقايق وأنا مش عايزة اتعاقب وأنا بشكر كل اللي علي يا جماعة عشان ما حدش يزعل مني نفر نفر واسمي اس ويلا بنا نخش على الفيديو وطبعا ما نساش صحابي كنت هنسعهم وكانوا هيزعلوا مني لقلقة لقلقة اسكندرية حبيبتي ومطبخ انا الاوان وما ننساش الاستاذ غالي اللي هو طبعا بساعد كل العيلة جندي المجهول ومن تاني وكروشي وستاذ ابراهيم ومطبخ ام محمد وكبسة وكل الناس اللي في العيلة يا جماعة عشان ما حدش يزعل مني انا بشكركم كل الشكر يلا بداع الفيديو حبيبي كده هنحضر الغدانة معانا السمكتين البوري دولة يا سيدي عالجمال شايفين انا اللي منضفهم على فكرة جايين من السويس دولة اتنين كيلو وشوية كيلو بخمسة وسبعين يعني دول اطعين مئة وستين جيني ونضفتهم وهنتابلهم هنا مع بعضينا داتهم وفلفل اغدر بس مضربين في الكبة عشان ما ضيحش وقتوكم يعني وحطت كومون وفلفل اسود وبابريكا عشان ايه نتابل السمك بتاعنا دي معلقة هريسة شطة حرائة طبعا انا عمتول البرتمان دوت آآ في التلاجة عندي ودي معلقة ملح وطبعا هنعصر اللمون عشان السمك بيحب ايه بيحب اللمون وكمون وكتري بقى لمون زي ما انت عايزة طبعا انا عصرت لمون كتير طبعا دولي قدامكم تلات لمونات ومنوراكم لمونتين عشان انا بحب اللمون كتير على فكرة يعني بس عشان ما ضيحش وقتوكم برضو كده هنقلب الخلطة كويس دي ايه اللي هنحشي بها للسمك دي الحشوة الاولى لسه في حشوة تانية ايه بص انا ايه هتبق ايه يعتبر كده لان ايه عاملة تدبيلة للسمكية لسه الحشوة دي هعملها سنجاري والتانية هشويها في الفرن لاني ما شاء الله السمك يعني الوحدة كيلو وشوية هتبقل ايه السمكية كده كلها على بعضيها كده والتانية برضو اللي هشويها دي اللي هي مقفولة برضو هتبقلها من جوة وما ننساش ذكر الله ونصلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام دي طمط مايح اخرطها زي ما انت عايز اتخرطي عايز اتخرطيها جوانح اه مربعات مكعبات اه اي تقطيع عشوائية يعني انا ساعة بضربهم في الكبه اصلا ويعني حسب ما بتطلع معايا يعني ودول ارقرن فلفل وطمط مي خرطم ودي بصلايا برضو هاتطحها ايه اي تقطيع يعني دي هت اللي هنعمل بها السنجاري وبردو هنعمل بها السمك المشوهي هي التدبيلة يعني وطبعا سايبة في الطبق اه حتة الطومة صغيرة طبعا هنبهر الخضار بتاعنا دوت برضو مش هنسيبو دي بقى دونس قاعدين بقى دونس كده خرطته بتدي ريحة وطعم للسمك برضو انا من عشاء السمك يا جماعة كل يوم بس اكلوني سمك ده لمون هنعصي اللمون السمك بنستقلين بي السمك بي ايه السمك بيحب اللمون حطينا كمون وشوية ملح برضو هنزودهم كده عشان ايه آه الخضار اللي احنا زودنا دوت وهنقلبهم وهنروح نحشي ايه نحشي السمك بتاعنا الخلطة بتاعتنا اللذيذة ديت اهو بصي السمك السنجار يا سيدي يا سيدي عالجمال ايه الحلاوة دي صدقوا جوحة تاني لسه واكلها بس جوحة تاني افتكرت طعمه كان حلو قوي كده ايه هنحط الايه اللي دي الصينية دي بتاعت الفرن الكهرباء الماكرويف حطيط لها ورق الموني من تحت وفيها ورقة زبدة وده هنت رشد زيت وهننيم السمكة بتاعتنا دي ونقول لها نامت اصباحي على خير يلا خش الفرن مع نفسك ونديها رشد زيت ايه من على الوش كده وكده دي خلصت ما خدتش معنا اكلتنا ثواني يلا مع السلامة خش يلا ما نشوف اختك هنعمل فيها ايه طبعا ايه جبنا السمكة اللي هي اللي هنشويها ديت هنحط ايه الحشوة بتاعتنا ديت في قلبي بطنها عشان تبقى بطنها محشية كده وتبقى لذيذة كده على الفكرة احنا في اسكندريا بنشويه من غير ما نفتحه ولا اي حاجة بس هنا في السعيد متعودنا ان احنا نفتحه والله كان بطن سمينة ونضيفة وملين بطاريخ وكان جميل والله كده طلحت الرد بتاعتي ميل فريزل انا بحط الرد بتاعتي ميل فريزل ومحدش يضحك علي عشان الرد بتاعتي بتسوس وانا بستعملهاش على طول فبطن رحطها في الفريزل عشان ما تسوس في السجل اللي هشوي فيها طلحت فيها شوية رده وعملتها من ناحية دي ومن ناحية دي وهنقلها في طبع هفضي الرده وقدش موسخش موعين ماشي ونديها ايه شوية رشي الزيت من على الوش ودخلها فين تحت الشوية ما تولعيش الفرن من تحت الشوية بس وتقرب الشبكة بتاحتك للشوية واول ما تشوي اقلبها عن ناحية التانية ودخلها تاني بس هي كده السمكة تشوت وبقت جميلة ما فيش دخنة في الشقة ما فيش ريحة ما فيش اي حاجة ودي طبعا التدبيلة خدنا منها حتة تحت الحشرة تحت السمكة الاولانية اللي هي توم وفلفل اخدر حتنا معلقة هاريسة زودنا لمون زودنا ملح وكمون حتيت معلقة خل وهجيب نص كوباية مياه انا مش قلت حتيت ملح او حتيت معلقة وشوية كمان يا جماعة عشان ايه الماء دي تعتبر الدقة اللي هرشها على الايه على الوش السمكة المشوية بس هقلبها وكاية طعمها ايه ملحة مزبوط وايه عسل العسل ولوز اللوز ايه دي السمكة تلعت وقادينا بنشربها من التدبيلة بتاعتنا ايه رأيكم والله انصح كل اللي بيشو في البيت يشو بالطريقة دي ولا في دخانة ولا في وما فيش حتى ريحة لو لقيته دخانة او لقيته ريحة قلولي احنا لقينا يا سيدي يا سيدي يا الحلاوة دي وكده ادي المشوية طلعناه وحطناه وعملنا جانبيه رز صيادية بنحمر البصلة ونحمرها بس ما نحرقهاش نحمرها يعني ايه كده يعني بنحط عليها المية وكمن وملح ودي الرز الصيادينة عملتوا معكم كتير قبل كده عشان كده ما صورتوش وقادي السمكة بتاعتنا السنجاري كمان تلعت وبقيت عسل العسل ولوز اللوز ايه رأيكم في اكلتنا الحلوة زيت محتاجة لايك صح يا سيدي شفتوا الحلاوة شفتوا الجمال الحلاوة دي لو عجبكم الفيديو متنسوش تضسوا لايك وشير وتفعلوا سر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع السلام مع يوميات نور متنسوش تضسوا متنسوا